النهاردة كان فيه تصريحات مهمة للدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تتعلق بفكرة توفر السلع الغذائية والسلع الاستراتيجية في الأسواق والأهم من كده التأكد من عدم رفع أسعرها ده اللي أكد عليه دكتور علي مصلحي النهاردة وده كان على هامش مشاركته في المنتدى الأول لتجمع دول جنوب البحر المتوسط في تصريحات على هامش المؤتمر اتكلم الوزير على أنه سعر الأمح فعلا غلي بشكل كبير جدا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وصل لـ 430 دولار سعر الأمح كان في 2020 بـ 250 دولار ارتفع لـ 350 دولار وبعد انطلاع الحرب وصل لـ 430 دولار وبالتالي فيه ارتفاعات كبيرة على الرغم من كده الوزير بيطمئن كل المواطنين أنه فيه مخزون استراتيجي كويس جدا يكفي تقريبا لمدة 6 شهور زي مع كتير من الخبراء والمختصين قالوا لنا الأيام اللي فاتت في الأسواق المصرية وفي الصوامع طبعا وبالتالي بيطمئن الجميع على توفر السلع الاستراتيجية والحاجة الأهم أنه كمان حاول أنه يطمئن المواطنين على أنه مش هيحصل ارتفاع في الأسعار حتى في السوبر ماركتس اللي هي أو المحلات أو البقالة اللي هي خارج منظومة التموين وعلشان الوزارة تقدر تعمل ده الوزير أعلن أنه هيجتمع مع كل المختصين في القطاع الخاص علشان يحطوا تسعيرة محددة خاصة لرغيف الخبز الحر احنا من أيام كنا بنقول لحضراتكم أنه في ارتفاع حصل في الخبز السياحي أو الخبز الحر اللي هو مش تابع لمنظومة التموين وأنه حصل بعض الاستغلال في بعض الأماكن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والوزير أكد على أنه هيجتمع مع القطاع الخاص ومسؤولي علشان يضعوا تسعيرة محددة لسعر الرغيف الحر حتى اللي هو خارج منظومة التموين ما يبقاش أي تاجر بيحط سعره على حسب مزاجه يعني ده اللي أكد عليه الدكتور علم صلحي وأنه هيكون فيه كافة السلع الاستراتيجية متوفرة في الأسواق وعرض الأسعار عليها هيكون بس فيها مش ربح البسيط اللي هو يعني معتاد وهيتم عرض جميع المنتجات سواء في المنافذ التبعة لوزارة التموين أو القطاع الخاص وبالتالي دكتور علم صلحي بيحاول أنه يطم أن الجمهور والمواطنين أنه بالرغم من التحديات الكبيرة اللي بيشهدها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إلى أن الوزارة هتحاول جاهدة أن هي حتى في القطاع الخاص تسيطر على الوضع وتضع تعريفة محددة لكل المنتجات الغذائية وخاصة لغيف الخبز الحر